في كوريا الجنوبية اجرت صباح اليوم قوات البحرية الامريكية تدريبات حية على تبادل اطلاق النار كجزء من المناورات العسكرية المشتركة بين البلدين واصرح متحدث باسم الجيش الامريكي ان هذه التدريبات التي تستمر 11 يوما تستهدف استعرض دعم واشنطن لحلفائها في كوريا الجنوبية كانت كوريا الشمالية قد انتقدت هذه المناورات مهددة بشن هجوم ضدها وعدم العودة الى المحادثات السوداسية حول برنامجها النووي اشتركوا في القناة